احتفل العراقيون من أبناء الصابئ المندائيين والمقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الخليقة وبحضور السفيرة العراقية في الأردن والعديد من أركان السفارة أنا ومجموعة من السفارة العراقية موجودين للمشاركة مع أخوتنا وأخواتنا ونعتقد بأن هذا الأمر بالتأكيد واجب من واجباتنا اتجاه الجالية والاحتفالات الجالية في أعيادها لا سيما بأن هذه الأعياد هي ليست غريبة عننا مطلقا فأيضا أهلنا من الصابئ المندائيين في العراق وفي بغداد يقومون بالتقوص نفسها ابتهل الجميع إلى الله أن يحفظ العراق وشعبه وأن ترجع الأمور إلى سابق عهدها ليتمكنوا من الرجوع إلى ديارهم كما ناشد الحكومة العراقية أن تلتفت لهذه الطائفة المسالمة في هذه الأيام الخمسة النورانية اللي لا ظلام بها حسب الديانة المندائية وهذه الخمسة أيام غير محسوبة ضمن أيام السنة المندائية نقيم بها المراسم الدينية مثل المصبتة أي الصباغة الكافة المندائيين وضافة الطعام الغفران بالنسبة للثواب نسمي ثواب أو الليافة هو لوفان يعني أو ثواب للأموات اللي فارقوا هذا العالم كنا سابقا نتعمد في وادي شعيب تقريبا ما يقارب 14 سنة هناك نتعمد لا غبار عليه في الفترة الأخيرة حرمنا ومنعنا من ممارسة طقوسنا في هذه المنطقة بأسباب أمنية والمنطقة صارت عسكرية فبقينا تقريبا ما يقارب السنتين في كفاح مستمر مع سعادة السفيرة والاتصالات عن طريق رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية واتصالاتها الدائمة المستمرة مع معالي وزير الداخلية في الأردن للحصول على موافقة أمنية في سبيل نرجع أن نمارس طقوسنا الدينية في الأردن يذكر أن عيد الخليقة أو البروناية هو أهم أعياد المندائيين والذي يستمر خمسة أيام حيث تقام الصلاة صباحا والتعميد في الماء الجاري كما تنحر الذبائح وتقدم الصدقات للمحتاجين من العاصمة الأردنية عمان غسان عدنان قناة الرشيد الفضائية